طاقتك لهذه الطاقة العامة لك عزيزي الجدي أنت في طاقة عند وترقب في هذه الفترة ربما كنت تنتظر من هذا الشخص من الحبيب أن يبادر بالمصالحة أن يبادر بالاعتذار أن يبادر بالكلام معك وأنت تنتظر منه أي رد أو أي خبر ولكنك لا تريد أن تبادر بأي خطوة باتجاه هذا الشخص أنت فقط تنتظر وتترقب مع العند قليلا فأنت لا تريد أن تتنازل عن رأيك وأنت ترى هذا الشخص أيضا بأنه هو أيضا متمسك برأيه ومنتظر أيضا لكي أن تبادر بهذه الخطوة الأثنان أنت وهو قليلا يتملككم العند ولكن هذا الشخص عنده شغف عالي باتجاهك عنده انجذاب عالي وطاقة عالية باتجاهك وأنت تعلم هذا جيدا وأنت تعلم بأنه يحبك وأنت أيضا تحبه ومتمسك به ولا يفارق عقلك ولا قلبك ولكن لا تريد أن تقوم بأي خطوة هذا الشخص منهمك جدا في عمله في هذه الفترة عنده عمل أو لا يظهر لك بأنه يراقبك أيضا هو يراقبك ولكن لا يظهر لك بأنه يراقبك هذا الشخص متعلق بك جدا جدا احتمال بأنه يكون في علاقة حب وهذا الشخص يحبك جدا وأنت تعلم الإنجذاب العالي بينك وبينهم هو منجذب لك بشكل كبير وأنت تعلم هذا وأنت تستغل هذه النقطة لأنك تعلم جيدا بأن هذا الشخص يحبك وهو متعلق بك جدا أو ربما كان هذا الشخص في زواج آخر مرتبط في زواج وأنت يوجد بينك وبينه علاقة لا هذا الشخص هو حر ليس متزوج فقط أنت وهو في علاقة حب وهذا الشخص متعلق بك جدا ومهتم جدا بعمله وهو إنسان عملي جدا ويحب الحرية والانطلاق ومهتم بنفسه وبشبابه وبحريته ويحب الحرية يعشقك ويحب الحرية أيضا وهو إنسان جدا متوازن ولكن احتمال أيضا بأنه يحب التسلط أنت عنيد وتحب أن تفرض رأيك على هذا الشخص وهو أيضا يبدو بأنه أيضا عنده نوع من العند لنأخذ بطاقات من رومانس إنجل تقول لك هذه الوطاقة بأن هناك أمور اجتماعية ودينية تؤثر على العلاقة بينكما ربما كنت أنت وهذا الشخص من ديانتين مختلفتين أو ربما كانت هناك اختلافات اجتماعية البلد الدين، العقيدة، الحياة الاجتماعية، المستوى الاجتماعي هناك اختلافات إذن اختلافات واضحة بينك وبين هذا الشخص هذه البطاقة تقول لك اطلب المساعدة من أصدقائك بطاقات أخرى هذه البطاقة تقول لك حاول الخروج من المنزل فالعالم مليء بالإيجابيات التي لن تراها طالما أنت مكتئب وهذه أيضا تقول افتح قلبك للحب حب نفسك حب الله حب الناس حب الطبيعة ليس بالضرورة أصدقائي أن يكون الحب حب شخص أنثى لذكر فالحب له أشكال متنوعة عندما نفتح قلبنا للحب بشكل عام وهناك بطاقة تدل على هذا الشيء هي بطاقة الكأس الواحد عندما نفتح قلبنا طاقة الحب للعالم لله للناس لكل شيء من حولنا تنفتح لنا أبواب الدنيا وأبواب السماء ونشعر بسعادة كبيرة ليس بالضرورة أن نحب شخص كما قلت طاقتك لهذه القراءة أنت في طاقة غضب احتمال من هذا الشخص أو في طاقة التواصل أو كلام بينك وبين هذا الشخص ربما أنت وهو قد تعرفتنا على بعض عن طريق الإنترنت وهناك كلام كثير كثير بينك وبينه ربما أنت وهو في طاقة غضب وكلام سريع وأنت ربما تكون كما قلت أنت في بلد وهو في بلد أو ربما اختلافات قلت دينية أو ولكن بما أن هذا الكرت جاء احتمال تكون أنت وهو أنت في بلد وهو في بلد وهناك كلام كثير وكلام مع غضب أنت في طاقة كلام كثير ربما تتواصل مع هذا الشخص بطريقة كبيرة على الإنترنت أو أنت تعمل هذه الفترة على طريق أنت تعمل في الإنترنت طاقة الحبيب هو في طاقة الشيطان هناك غضب كبير من هذا الشخص في نفس هذا الشخص ربما غيرة كبيرة عليك ربما غضب كبير منك ولكن هناك رابطة قوية بينك وبين هذا الشخص رابطة ربما تكون بينكم علاقة حميمية وأنت وهذا الشخص مرتبطين يبعضكم بطريقة عالية عند هذا الشخص شغف عالي جدا بالنسبة لك وهو يحبك حب جنوني أو ربما هذا الشخص يعمل أعمال كبيرة كما ظهر لنا في الطاقة العامة فهو إنسان عملي ومنهمك جدا في عماله ربما منهمك جدا في عماله ويعمل أعمال كثيرة ومتعد عنك وربما هذا التواصل بينك وبينه لأنه ربما طاقة هذا الغضب لأنه متباعد عنك في هذه الفترة وهو لا يكلمك وظهرت لنا في الطاقة العامة بأنه متباعد في هذه الفترة فقط يراقب أنت فقط تراقب في الطاقة العامة أنت المتباعد عنه وأنت فقط تراقبه ومتباعد ربما تكون بعيد كما قلت في البلد ربما تكون فقط متباعد عنه وتكلمه فقط عن طريق الإنترنت وهذا الشخص جدا غاضب منك أو غيران مشاعرك باتجاه هذا الحبيب أنت تشعر بالكآبة ربما كنت تنتظره وأنت معند على رأيك ولكن في نفسك وفي قلبك لا تستطيع النوم أنت تفكر به كثيرا وهو يشغل حيز كبير من تفكيرك أنت تفكر بالماضي كثيرا من الأشياء التي مرت بينك وبينه ويؤرقك هذا الشيء ولا يجعلك تستطيع أن تنام بشكل جيد أو ربما أنت في وضع نفسي سيء ربما تأتيك أحلام في هذه الفترة وأنت مزعج جدا من هذا الشيء ولكن هذه مشاعرك باتجاه الحبيب أنك أنت أيضا تفكر به بطريقة عالية جدا هو يفكر بك وأنت أيضا تفكر به مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو يشعر بأنك قد تركت هذه العلاقة ورحلت بأنك قد تخليت عنه وذهبت هو يشعر بأنك لم تعطيه أي سبب لرحيلك أنت ربما تبعدت عنه دون أن يعلم لماذا هكذا هو يشعر هو يراك بأنك قد تسرعت بالحكم قد كنت غاضبا أو أنت إنسان غضوب ومتسرع هو هكذا يراك ليس بضرورة أن تكون هكذا ولكن هكذا يراك ربما حدث بينكم في الطاقة العامة حدث في طاقة القراءة حدث بينكم تواصل كلام كثير وأنت تسرعت بالحكم عليه وتسرعت بالكلام قد جرحته بالكلام وتسرعت وهو يراك هكذا ولكنه يراك بأنك عندك طاقة أيضا عالية باتجاهه أو أنت في هذه العلاقة أنت تخرج وتدخل تخرج وتدخل إلى هذه العلاقة كثيرا أنت كثير الغضب من هذا الشخص زعل ورجوع ذهاب ورجوع إلى هذه العلاقة وهذه العلاقة ليست ثابتة الحبيب نوايا بأنه يريد أن ينهي ينهي هذه العلاقة أو ينهي هذه المشاكل لنعم ينهي هذه العلاقة أو ينهي هذه المشاكل يريد أن يحدث تغييرات جذرية شاملة شاملة وكاملة في حياته ولكن يظهر هنا بأنه مهتم جدا بعمله هو هذا الحبيب يريد أن يعيش حياته يريد أن يعيش حياته وعند هذا الشخص هذا الإنسان هو جدا مهتم بعمله احتمال بأن هذا الشخص عنده طرف آخر في مكان عمله أو في مكان سكانه لنفرض هناك طرف آخر أو بأنه مهتم جدا بالحالة المادية في هذه الفترة ظهر معنا هنا بأنه مهتم جدا بمادياته في هذه الفترة مهتم بأعماله ومادياته وهو يريد أن يعيش لوحده هو يريد أو يعشق يعشق الحرية إذن هو عنده في هذه الفترة توفيق من عند الله وفرصة كبيرة ربما فرصة دراسية قد جاءته فرصة دراسية أو فرصة عمل أو أي فرصة مالية لهذا الشخص وهو معند على رأيه انظروا هذه ورقة الموت جاءت مرتين هذه العلاقة في هذه الفترة مصيرها في هذه الفترة أقول الطاقة تتغير أصدقائي أنا على نفسي أطبقها أحيانا الطاقة من فترة لفترة تتغير لأننا بشر كما تعلمون والطاقة طاقة البشر تتغير وعقلكم عقل كل إنسان أو تفكيره أو نواياه تتغير من فترة لأخرى عندما نغضب من شخص معين نقول بأننا لا نريده ولا نحبه سنذهب من هذه العلاقة سندركها إلى الأبد وعندما نرتاح ونهدأ بعد فترة نغير تفكيرنا فهذه الطاقة تتغير أما في هذه العلاقة مصير هذه العلاقة في هذه الفترة مصيرها الموت لكي أكون معكم واضحة وصريحة هناك ناس عندما يحضرون هذه القراءة يتشاؤمون من هذا الكلام عندما أقول أنا لا أقول إلا في الكروت لا أريد أن أحصل على مشاهدات أكثر أو لا أريد أن نقول ما في هذه الكروت هذه العلاقة في هذه الفترة لا أمل منها هناك دخول خروج ربما علاقة توأم شعلة لأنها هناك اختلافات كبيرة بينكما أنت وهو اختلافات كبيرة بينكما فهذه العلاقة في هذه الفترة نواياه نواياه الموت هو يريد ليست بمعنى الموت بس هو يريد لكن هو يريد أن لا يحدث تغييرات كاملة وشاملة في حياته يغير حياته بطريقة معينة هذا الشخص كان معك في هذه الفترة الماضية وهو يريد أن يكون لوحده في هذه الفترة يريد أن يعيش حياته يريد أن يكون في علاقات في يريد أن يكون لنفسه في هذه الفترة وهو مهتم بنجاحه لأنه عنده نجاحات مدية هو يريد أن يهتم بعمله وبأمواله فقط ولا يركز على شيء إلا هذا انظروا إلى هذه الكروت هناك حزن كبير منك على هذا الشخص أنت تحب هذا الشخص بشكل كبير وأنت حزين على فراقه وأنت لا تقدر أن تنام الليل أنت تفكر به بطريقة كبيرة وهذه انظر إلى هذه الكروت أنت تتفكر به بطريقة كبيرة بطريقة كبيرة جدا وهو يراك أيضا بأنك قد رحلت ركز العلاقة ورحلت يعني أنتم الأثنان عنيدين متمسكان برأيكما ولا تحاول أحد منكم أن يحاول أن يتقدم خطوة بهذه العلاقة تقول لك هذه البطاقة نصيحتك لهذه القراءة أن تخرج من حالة هذا الحزن الذي أنت فيه أنت مكتائب وتشعر بأنك قد غدرت وتشعر بأنك قد عدمت الثقة بينك وبين هذا الشخص وأنت تخاف أن تعود إلى هذه العلاقة أخرج من هذه الطاقة وهذه البطاقة تقول لك افتح قلبك للحب ليس حب هذا الشخص فقط حب الله حب نفسك حب الناس حب الطبيعة فأنت إذا خرجت من هذه الطاقات تستطيع أن تعيش حياة جميلة وتجدد حياتك لكن إذا بقيت هكذا أنت تخرب حياتك بنفسك وإذا فكرت بهذا الشخص كثيرا لا تجذب إلا الحزن اترك هذا الشخص ربما بعد فترة يأتي لوحده الأشياء التي نتخلى عنها تأتينا بسرعة لا تتمسك بشيء إذا أردت أن يأتي هذا الشخص يغير تفكيره تخلى عنه في هذه الفترة تخلى بتفكيرك حاول أنا أعلم بأن هذا الأمر جدا صعب لكن حاول أي شيء أي أمر يجلب لك السعادة استخدمه بهذه الفترة لكي تنسى وتقول لك هذه البطاقة حاول خروج من المنزل العالم مليء بالإيجابيات التي تراها طالما التي لا تراها طالما أنت مكتأب التي لا تراها طالما أنت مكتأب فإذا أنت بقيت مكتأب بهذه الطريقة لم ترى الإيجابيات التي موجودة في هذا العالم وهذه البطاقة تقول لك أطلب المساعدة من أصدقائك ربما بينك وبين هذا الشخص أصدقاء مشتركين وربما إذا كنت تثق بشخص معين أو بأصدقاء مشتركين بينك وبينه فلا ضرر بأن تشكي أو تحكي قصتك وتطلب منهم المساعدة شكرا لكم أصدقائي موليد برجالي على هذه المتابعة وأرجو أن أعتذر منكم على هذه القراءة ليس بيدي هذه الكروت جاءت هكذا أعتذر منكم أرجو أن تكون القراءة القادمة أفضل بإذن الله شكرا لكم على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم